اشتركوا في القناة السلفة المضحكة اللي صارت في الكويت اللي احد الاشخاص النصابين اللي جمع اموال وطلع على قنوات وكذا ودع السيادة ولبس عمامة وإلى آخره واستغل الدين وضحك على الناس وطبعا الناس من جهلهم ومن صنميتهم لأن يصنمون أي عمامة يشوفونها انخدعوا ودفعوا فلوس وبووسوا وآياد وغروس ما تستاهل فقلعتهم ويستاهلون ما جرى لهم وآخر شيء الحمد لله السلطة صادوه لكن طبعا عقب الفشيلة وعقب الله يستر شنو سوى وهو من بلاوي ما ندري عنها غير الفلوس وغير الخروج على الفضائيات والحسينيات واستقبلوه وطقوه لتحية طبعا هذه مشكلة اجتماعية كبيرة ومشكلة دينية كبيرة لكن راح يستمر هالوضع هذا وكم من نصاب ما ندري عنهم متلبسين بلباس الدين فاليوم راح ناخذ ان شاء الله قصة من تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام تشابه هالقصة لهذا النصاب اللي طلع في الكويت اللي مشهوره سالفته محمود مدريش جنو هذا مدريش اسمه اسمع هذه القصة من تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه تحت عنوان قصة عابد بني إسرائيل يقول في الصفحة 586 كان هذا رجل في من كان قبلكم في زمان بني إسرائيل يتعاطى الزهد والعبادة وقد كان قيل له إن أفضل الزهد الزهد في ظلم إخوانك المؤمنين بمحمد وعلي عليه السلام شوف من أول من أيام بني إسرائيل يعرفون ولاية علي بن إبي طالب والطيبين من آلهما وإن أشرف العبادة خدمتك إخوانك المؤمنين الموافقين لك على تفضيل سادة الورى محمد المصطفى وعلي المرتضى والمنتجبين المختارين للقيام بسياسة الورى فعرف الرجل بما كان يظهر من الزهد فكان إخوانه المؤمنون يودعونه فيدعي بها أنها سرقت يحطون عنده أمانات فيش يقول انباقت وهو طبعا يظهر الزهد وش كثرهم هذين اللي يمشون شوي شوي يمسك السبحة ويتكلم طريقة هادية الحركات الأرعى هذه ما أدري من وين مطلعين لياها يعني ما أدري من قال لهم التدين أنك لازم تتمشي شوي 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 وتخلي عيونك ناعسة وتمسك السبحة شوي 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 ويتكلم بطريقة ما أدري شلون غبية ومطات فيها يمط لك الكلام والسخافة هذه وإذا لم يمكنه دعوة السرقة جحدها وذهب بها أو ساعة يقول لأنت ما حطيته عندي والناس تصادقاء بعد هذا دين خلاص هذا دين إذا قال أنك أنت فاسق أوه الناس تبوس راسة ويفسقونك أنت مثل ما سوى هذا النصاب اللي هنا في الكويت شب حملة على الناس اللي قالت أنه نصاب وأكوناس دافعوا عنه وشمروا سواعدهم علشان يدافعون عنه ناس موجودين غنم موجودين في كل زمان ومكان وما زالها كذا والدعاوي لا تقبل فيه والظنون تحسن به ويقتصر منه على إيمانه الفاجر إلى أن إلى أن خذله الله فوضعت عنده جارية من أجمل النساء قد جنت ليرقيها برقية فتبرأ أو يعالجها بدواء يا بوحدة جميلة جدا تعال هذه رقيها رقيها شرعية وما أكثر اللي يسوونها السؤال فرقيها شرعية ويلمس رقيها شرعية ويقول لازم تكشف تيني بروحها وصارت صارت بلاوي بس خلونا ساكتين لأننا إذا تكلمنا نصير مزينين لكن اللي ينصب على الناس ويأخذ منهم خمسين ألف أخماس ويبوسون رأسه ويدينه ويطلعون بالقنوات هذا اللي تمام التمام هذا المحترم عند الناس الناس تحب اللي يبوقها تحب اللي يتفل بحلوجهم تحب اللي ينصب عليهم هذا يحترمونه هذا يحبونه أما اللي ينصحهم ويقول لهم حديث آل محمد والكتب لا هذا عميل هذا عميل للاستكبار والاستعمار فسوى الحبيب فحمله الخذلان عند غلبة الجنون عليها على وطيها فأحمله حمله بعد هذا بعد ما لمس على طول حمل فلما اقترب وضعها جاءه الشيطان الشيطان يال يوم أنها قربت تولد فأخطر بباله أنها تلد وتعرف بالزناب بها فتقتل فاقتلها اذبحها هذا فضيحة باشر إذا ولدت هذه ودفنها تحت مصلاك بعد من رحيه نبش تحت مصلاك أنت بعد الدين المؤمن فقتلها ودفنها وطلبها أهلها فقال زاد بها جنونها فماتت قال لهم بعد اللي فيها بعد زاد الجنون وهذا وضرب ماتت فاتهموه وحفروا تحت مصلاك فوجدوها مقتولة مدفونة حبلة مقربة فأخذوه وانضاف إلى هذه الخطيئة دعاوي القوم الكثير الذين جحدهم عادة هني انفتح الملف تعالي وانت بكت هذا نفسه الحين هذا النص بشلون طاح قاموا يطلعون فلان يقولي خذ مني خمسين ألف فلان يقولي وكذا 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 والقنوات الطبعا طلعوا والحسينيات اللي طلعوا كلهم طنوا العافية وسكتوا وسكوا حلوجهم هذا هني هم نفس الشي هني قامت تطلع الخماتير تطلع السوالف فقويت عليه التهمة وضيق عليه الطريق فاعترف على نفسه بالخطيئة بالزنابها وقتلها فملئ بطنه وظهره سياطا لسبو بالسياط وصلب على شجرة سلبو فجاءه بعض شياطين الأنس وقال له ما الذي أغنى عنك عبادة من كنت تعبده ومولاة من كنت تواليه من محمد وعلي والطيبين من آلهما الذين زعموا أنهم في الشداء أنصارك وفي الملمات أعوانك وذهبت ما كنت تؤمل هباء منثورا وانكشفت أحاديثهم لك وأطماعهم إياك من أعظم الغرور وأبطل الأباطيل وأنا الإمام الذي كنت تدعي عليه وصاحب الحق الذي كنت تدل عليه وقد كنت باعتقاد إمامة غيري من قبل مغرورة فإن أردت أن أخلصك من هؤلاء وأذهب بك إلى بلاد نازحة وأجعلك هناك رئيسا فاسجد لي على خشبتك هذه سجدة معترف بأني أنا الملك لإنقاذك لأنقذك شيطان يقول اشتبي آل محمد عليه السلام اسجد لي أنت ما تحبني اسجد لي وأنا راح نجيك وخليك تروح بلاد بعيدة بس اسجد لي سجدة فغليب عليه الشقاء والخذلان واعتقد قوله وسجد له ثم قال انقذني فقال له إني بريء منك إني أخاف رب العالمين وجعل يسخر به ويطنز به يعني يطنز هكذا كلمة كويتية يطنز من يطنز به وتحير المصلوب واضطرب عليه اعتقاده ومات بأسوأ عاقبة فذلك الذي أداه إلى هذا الخذلان نسأل الله تعالى أن يخلينا حريصين أننا نفحص الناس ونفحص الذين يدعون التدين وما أكثرهم عشان لا يطلعون لنا نصابين أتمنى إذا المحاضرة استفدتوا منها رسلوها عبر الواتساب والفايبر والجوغل بلوس والتليقرام واللي قاعد يسمعنا عبر الفيسبوك مشاركة واللي ما اشترك في القناة أتمنى يدخل على اليوتيوب يكتبى أحمد مصطفى يعقوب ويضغط على اشتراك أو سبسكرايب لا تحرمونا من الدعاء هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهري